اشتركوا في القناة حسب موقع كازا 24 فان فريق الوداد الرياضي لكرة القدم يستعيد مهاجمة حميد احداد في مباراته ضد الاهل المصري الاحد القادم في اياب نهائي دور ابطال افريقيا بعد انتهاء عقوبة الايقاف لمباراة واحدة لجمعه ثلاث انذارات وهو ما حرم من المشاركة في مباراة الدهاب بالقاهرة يوم الاحد الماضي واضاف الموقع ان فريق الوداد الرياضي سيعاني من غياب الحارص ريدا تاغنوتي والجزائري الحسين بن عيادة بسبب الاصابة بجانب سامي العنبي لاسباب فنية بعد استبعاده من جانب المدرب البلجيكي سيفين فندنبروك ويستعيد فريق الوداد الرياضي لخوض مباراتها على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء ضد فريق الاهل المصري يذكر ان مباراة الدهاب يوم الاحد الماضي على اصطاد القاهرة انتهت بفوز الاهل المصري بهدفين مقابل هدف ويحتاج فريق الوداد الرياضي لهدف واحد مقابل سفر للفوز بهذا اللقب يذكر ان فريق الوداد الرياضي فاز باللقب لثلاث موسم وهي 1992-2017-2022